كم مرة قلت على حد عشان عنده رأي مختلف عن رأيك انه ما بيفهمش حاجة طيب وكم مرة بتحس انك صاحب اخلاق وقيم عن كتير من الناس اللي حواليك واتهمتهم انهم ما عندهمش اخلاق وما يعرفوش لدين ولا يعرفوا ربنا هل مرة قلت ان فلان ده عامل نفسه لطيف وحبوب وهو من جوه اسود وحقود ومليان كراهية وبوشين والعياذ بالله في ناس كتيرة بتبرر رفضها الشيطانتها للناس بانهم عارفين بواطنهم عارفين اللي جوه الناس عارفين اللي نفسهم بتشتمل عليه لدرجة ان هو بيدعي ان هو بيرى بواطن الناس ومع ان حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عجيب علمنا درس مش بس احنا علم كمان الحب بن الحب مر سيدنا اسامة بن زيد بيحكي بيقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية الى الحرقات فإيه اللي حاصل فنذرنا فإيه اللي حاصل فبلغوا ناس فإيه اللي حاصل فهربوا فأدركنا رجلا حصلنا راجل منهم فلما غشينا قال لا إله إلا الله فضربناه عادنا نضربه لغاية ايه حتى قتلناه فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بيقول لي مين لسيدنا اسامة بن زيد اللي هو الحب بن الحب بيقول له ايه فقال له ملك وفي رواية ملك يا اسامة قال ملك بلا إله إلا الله يوم القيامة يعني بيقول له اعتعمل ايه في لا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح يعني قال لا إله إلا الله عشان هيتئتل قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا ملك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ يعني تمنى إنه هو يكون أسلم في اللحظة دي عشان اللي عمله قبل كده اللي هو قتل هذا الرجل ما يكتبش في إيه في صحيفته ولا حضرة النبي يكون سبب أسباب غضب حضرة النبي إلى هذا الحد ولا سبب في قتل إنسان مسلم شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس إزاي ما لكمش دعوة بواطن الناس لكن فيه ناس بتعيش على الرفض وإنه الأساس في حياتنا فالأصل إن أرفض كل إنسان مختلف معايا أو لو هو مش شبهي أو لو كان إنسان غامض وابل بس الناس اللي شبهي والناس الكمل من وجهة نظري وبناء على معاييري لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الأصل وقبول الناس مهما كانوا مختلفين لأن الاختلاف سنة وسعة في الحياة وعلمنا حضرة النبي إن تعريف المسلم هو مقترن بالسلام للبشر كلهم فيكون الإنسان المسلم سلام للناس المسلم ومن سلم الناس من لسانه وياته حتى إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إننا ما نرفضش حتى المخطئين العصاة فنفى فكرة وصمة العاص أصعيح المعصية إثم والمعصية بنكره وربنا سبحانه وتعالى كره إلينا الكفرة والفسوقة والعصيان لكن ما بحش دينا إننا نحن نوسم العاص لما لعن حد من أصحاب رسول الله سلام الرجل اللي كان بيشهب الخمر فقال لهم رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فإنه ما زال يحب الله رسول في ناس بتبرى لنفسه رفض رفض الناس بسبب الأوجاع القديمة اللي عندها أنت أصننت وتعرفوش أنا جراري إيه طب حتى لو جرارك اللي جرارك زنب الناس كلها إيه يعني عشان أنت تواجعت من ولدك وانت صغير فترفو أو مثلا أنت تواجعت من وردك وانت صغير وانت صغيرة ترفض كل الرجالة أنت في عم من عمامك عملك أزاك يبقى كل الأقارب دولة فسدين شفت يا راجل شفت راجل ما بيلتزمش بالأخلاق يبقى كل المتدينين دولة سيئين شفت واحدة ست مش حريصة في كلامها ولا تقول كل الستات مش اللسانهم مش ما أظنش نداتي صح كل التصورات دي والتعميم ده التعميم ده مفسدة للحياة وبيخصم من الحياة بيخصم من حياة الناس ويخليهم مش قادرين يشوفوا نعمة ربنا وعشان كده الناس اللي بيحسوا أن الناس رفضانهم وأن شيطانتهم بقت سهلة على الناس بيحسوا بأن هم بقوا موقود لنشوة الآخرين ويمكن ده صحيح أن بعض الناس اللي هم بيشيطانوا الآخرين وبكده بيحسوا بنشوة أن هم أفضل من غيرهم ونسيوا أن فكرة النشوة بأنك أنت أفضل من غيرك هي نشوة شيطانية نشوة جاية من عالم أنا خير منه